من أغبار الزمالك الإسماعيلي إلى أغبار النادي الأهلي اللي عمل أداء ولا أروع أمام التراجي التونسي على ملعب رادس وفوزه بثلاث أهداف نظيفة على التراجي في أرضه بس من غير جمهوره وده الكلام اللي قلناه قبل كده أن الجمهور له العام الكبير جداً والمساعد والمساند لأي فريق بلعب في أي بطولة من البطولات أو حتى البطولة المحلية ميكسوني وكهرباء اللي بيعود بقوة بيعلن عن نفسه في أوقات كبيرة جداً هو أو ميكسوني عمل أداء ولا أروع النادي الأهلي مبارح قدر يأخذ من مباراة أو المدينة الفني كيلر يأخذ من وراء كله هو عايزه بأداء رائع بأداء مميز جداً على جانب الآخر نبيل معلول لأ نفسه لا حاوله ولا قوة في أداء مهم جداً للنادي الأهلي قدم النادي الأهلي في بداية أول خمس دقيق ثم في الشوت الثاني ثم كهرباء بيطلق رصصة الرحمة والفوز بثلث أهداف أعتقد أن الجولة الأولى في تونس انتهت بكل حلوة ومرازة ما قال ميكسوني كمان عمل أداء ولا أروع أنا آسف ميكسوني عمل أداء ولا أروع بيرستاوي يا جماعة أنا آسف بيرستاوي يعذروني جماعة لسا شوية ما رجعش في الفرم معلش بيرستاوي طبعاً عمل أداء ولا أروع وزي ما قال مييدو في كلامنا معاه أن الأهلي قدر يأخذ من وراء اللي هو عايزه عمل أداء ولا أروع في رابس وفي تونس وأمام نجم كبير جداً ومدير فني هو طبعاً نبيل معلول لكن مباراة العودة هل ستقول مباراة العودة كيف كيف على رأي الأخوة طوانسة ما بيقول لكن هي تبقى جولة جولة صعبة الجولة دي محتاجة مدير فني مميز جداً مدير فني يقدر يحط بعض النقاطه طبعاً معنا دويداري النهاردة اللي هو طبعاً بيحب كولر قوي في الحوار الفني هنتكلم أكيد عن كل ما يخص المباراة القادمة للنادي الأهل لو أيضاً مباراة اليوم مباراة الزمالك ونادي الإسماعيلي لكن مباراة العودة في ظل أن التراجي نادي من الأدية الكبيرة جماعة تراجي نادي من الأدية الكبيرة نادي اللي عندها أصحاب الشعبية عندها أصحاب التواجد المهم جداً في القررة الأفريقية لكن بيمر بأسوأ فتراته اتحرم من جمهوره هل على الجانب الآخر يكون جمهور النادي الأهلي هو العامل المساعد والعامل المهم جداً لتحقق الفوز ووصول إلى النهائي أيام كان بقى طبعاً في معنا طبعاً سانداونز والوداد أيام كان فيهم مين يبقى طرف النهائي في المباراة اللي جاي إن شاء الله النادي الأهلي المرة اللي فاتت طلب تقريباً أول في بارات الليلة الخمسين ثم بعد كده الساعة زادت شوية لك 3.50 لكن بيبقى الاستاذ فول هم طلبين على الساعة الرئيسية أو الساعة الكاملة لإستاذ القررة وإن شاء الله إن شاء الله بعد نقول التواجد الكويس والتشجيع المميز جداً وعدم الخروج على النص الأمن إن شاء الله يعني يسمح للنادي الأهلي بحضور الساعة الكاملة في مباراة الجمهور فيها والعامل الأهم لأن كان في مباراة الهلالس ومباراة الرجاء هو العامل المهم والعامل الكبر جداً اللي نساند النادي الأهلي للوصول إلى النقطة الحالية أو النقطة القابلة الأخيرة اللي هي مورات الجمعة القادمة إن شاء الله أمام نادت ترجي ونتمنى أن تكون مباراة في إطار الروح الرياضية أن تخرج بالشكل الذي يليق بالنادي الأهلي بسمعوته في القررة الأفريقية ويحقق النادي الأهلي إن شاء الله الهدف المنشوض هو وصول للنهاية وإن شاء الله أن يكون على منصة التدويق